اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران على ما تتمتع به مملكة البحرين من مقاومات استثمارية جاذبة تعزز مكانتها الاقتصادية مشيرا سموه إلى أن المملكة تواصل تعزيز تنافسيتها على صعيد صناعة الطيران وذلك بما يتمشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وشار سموه إلى ما تحقق من نجاح سجله معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السادسة ومرور عشر سنوات الذي قيم برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بقاعدة لصخير الجوية مؤكدا سموه حجم المشاركة الواسعة والإقبال الكبير من كافة المستثمرين والمعنيين بصناعة الطيران والفرص الوعدة التي وفرها المعرض للشركات العالمية حيث سجل المعرض صفقات وعقود بين جهات محلية ودولية بلغت قيمتها الإجمالية مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي والتي من شأنها أن تسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للمملكة ووجه سموه الشكر والتقدير لكافة المشاركين والداعمين والمسؤولين والقائمين على تنظيم المعرض والذي أبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين وقدرتها على احتضان مختلف الفعاليات وذلك من خلال عملهم بروح الفريق الواحد بكل تميز على كافة المستويات